أهلا بكم أعزائي المشاهدين ومرة أخرى وكما وعدناكم نحن نتحدث عن الصحة من كل أبعادها جزء كبير جدا وجزء مهم جدا ليعيش الإنسان حياة صحية سليمة هي الغذاء والغذاء يعني هو أساس الصحة نعلم جيدا أن نقص فيتامينات معينة يؤدي إلى أمراض معينة نقص معادل معينة يؤدي إلى أمراض معينة نقص غذاء كامل يؤدي إلى ضعف المناعة اليومين دول كلنا بنتكلم عن أمراض خطيرة حصلت في العالم كله العنصر الأساسي فيها هو ضعف المناعة كل ما كان الإنسان منعته قوية قدرته على المقاومة بتكون أحسن حياته لايف ستايل العيشة بتاعته كلها بتكون حياة مطمئنة لابد من الغذاء السليم والغذاء السليم أصبح فيه مشكلة المشكلة في الملوثات المشكلة في الحصول على الغذاء الحيوي المكلف جدا فنحن فيه معضلة ويحللنا المعضلة ضيف عزيز علي الشيخ أسامة الفار حبيبنا وكل الناس عارفينه وبقى أصبح أشهر من نور على العالم أستاذ أسامة بصفتك حامل لواء الغذاء الآمن والغذاء البعيد عن الملوثات وعرفنا وكل الكرة الأرضية دلوقتي عارفة أن الغذاء الآمن لابد أن يكون له طرق الزراعة الآمنة بدون ملوثات وبدون مبيدات عايزة نخرج من هذا الإطار إيه هو اللي أنتو بتعملوه في شركة الفلاح للحصول على غذاء مظيف وخصوصا أن معروف أن منطقة الفرفرة اللي حضرتك بتنتمي إليها قلبا وخالبا دلوقتي شارف كبير لنا طبعا كلها بتعتمد على أو معظمها بمعنى أصح حشان يكون الكلام دقيق عن الغذاء الآمن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هو في الحقيقة يا دكتور فوزي أهم حاجة دلوقتي على صحة الإنسان واكتشفنا المضوط أكدنا منه طبعا نحن كنا غفلينين على القصة دي كلها موضوع الغذاء لما ابتعدنا عن الطبيعة والشغل الآمن بتاع زمان كسرت إيه الأمراض وأصبحتم أنتم الآن كدكاتري تقولوا ده المرض ده إحنا لسه سبعتين العينات صح يحصل هذا الكلام ولا لا وبعدنا وجاية وراحة مش عارفين لسه بنشوف الدنيا دي راحة فين وجاية من ايه ده من وراء ايه من وراء الملوسات والكيمويات فطبعا بفضل الله تبارك وتعالى في برنامج شركتنا شركة الفلاح ونحول ننشره على مستوى مستوى بلدنا كلها وعايزين ننشر الخير دول الناس كلها موضوع الغذاء الحيوي يعني الغذاء الحيوي عايزين نفهم الناس برضو يعني انت بتزرع زرح بدون اسمد طبيعي مية في المية طبيعي مية في المية يعني شغل غير بتاع زمان غير بتاع دلوقتي شغل بتاع زمان اللي هو ايه ان انت تعتمد على المخصبات الحيوية بدأنا عندنا في الشركة بالتعاقد مع الدكتور محمد فاتح سالم وهو استاذ كبير في علم المخصبات الحيوية بجامعة السدات بإدارة وزراعة الأراضي بتاعتنا بالغذاء الحيوي بالمخصبات الحيوية يبقى انت لو مؤخذة لو عندك مواشي بتتغزى على برسيم متغزى على المخصب الحيوي يبقى الحيوان نفسه ايه؟ اامن حيوي حيوي بقى حيوي بقى حيوي تمام تمام رجع تانية اتشالت منه الملوسات السموم اللي بتتراكم في الكبد وفي اللحوم وفي الاااا كل جسمه مش هتتنقل لجسم الانسان بالزبط كده كمان احنا مسكتناش ده احنا جبنا منتج كمان بدل ما ندوله حقا وللقفوماك اللي هي بتعالج الددان وغيره واي حاجة في المعدة واي حقا من ضد ضد حيوي وغيره جبنا له منتج برضو حيوي برضو ما شاء الله على الدكتور محمد فتح السالم برضو هو اللي عمله وجربناه على ارض الواقع يخليلك لمؤخزى الحيوان ما يحتاجش لأي ادوية يبقى الحيوان بيشرب حيوي وبياكل ايه؟ وبياكل حيوي يبقى كده بقى حيوان ارجانيك انا بصراحة يعني جايب حضرتك النهاردة علشان انا عندي حلم جميل انا عندي حلم جميل جدا انا راجل كطبيب وكجراح عارف المشاكل اللي حصلت للناس كلها اللي حوالينا وعايز اقول لحضرتك ان اقرب الناس اللي فقدناهم او فقدوا صحتهم كان سببها وانا عارف الكلام ده كويس جدا وكل الناس دلوقتي اصبحت عارفة يعني الموضوع اصبحت يعني متاح للجميع المعلومات اصبحت متاحة للجميع انا جايب حضرتك علشان انا عندي حلم وانا عايز احط ايدي في ايدك وانحقق هذا الحلم الحلم هو ازاي انا راجل مقيم في وسط القاهرة مش هقدر اروح الفرفرة حيث النقاء والجمال الرائع والكلام الحلو اللي حضرتك قلته مش هقدر احصل على خضار في وانا قاعد هنا هيجيلي ازاي من الفرفرة لغاية هنا الاجنابي اللي عايش في اوروبا وبيتصدر له الخضروات الحيوي والفاكهة الحيوي وبيخدها باسعار غالية جدا احنا هنا مش هنقدر عليها ازاي نعمل منظوم منظومة تخليني انا او زملاتي او اصدقائي او الناس اللي مقيمة في القاهرة نوصلوهم غذاء آمن لغاية باب بيتهم ويكون رخيص نقدر عليه لاننا معروف ان الغذاء الحيوي الخضروات الحيوي الطماطم الحيوي تمانها اربعين وخمسين جنيه حيوي ما فيش كمويات نهائي طيب لو انا قدرت اجيب حاجة مش هقدر اجيب بقيت الحاجات ما هي يعني نحط ادنا في ادنا بعض ونعمل واحة ده حلم هل تقدر تحقق لي حلم زي ده طبعا طبعا وانا عارف ان انت تقدر وتنقشنا في الموضوع بس احنا بنعرض الكلام يعني بنشاهد الجمهور علينا ان احنا عايزين نوصل لهذا الغذاء الحيوي انا عايز الطفل الصغير اللي مسكين اللي بيأكل اكل ملوس يأكل اكل حيوي ازاي حقيقة ان يا دكتور فوزي هي ليست هو ليس حلم ولكنها رسالة من حضرتك حقيقة انت عندك رسالة انت عندك هم وانا التماثت في حضرتك يعني بداية التعامل مع حضرتك انت عندك هم هم ان انت عايز تعمل غذاء صحي آمن بفضل الله تبارك وتعالى بالتوافق مع الدكتور محمد عملنا عدة مشاريع في هذا المضمار ايه هي ان شاء الله هيبقى عندنا انتاج حيواني عجول اللحمة الجماعة اللي بيباحه جزاري هيبقى عجول عجول على انضف واعلى مستوي واكلة من المراعي الحيوية بدء من الصف المياه جوفية ما فيهاش ملوسات تمام الاكل البرسيم نفسه اللي تزرع متخصة بحيا وعن طريق الكمبوست ونوفا بلس ما فيهاش ملوسات الله والله العظيم هذا الكلام يضطربني انا في منتهى السعادة وانا سامع الكلام ده كتير لا لا بس هذا الكلام يسعدني ان انا من الاصل كل حاجة تبدأ حيواني لا ولازم تبدأ من تاح القعد تمام اهم حاجة القعد يبقى كده الارض وخاصة بحياوي نوفا بلس شربت بايفاكتو اللي هو بيعالج المعدة ويخلي مع الشر مجيش ملوسات يبقى كده ده بالنسبة الحيوان بالنسبة عملنا برضو اغنام نفس النظام ده كله بصدد انشاءه انشاءه الان على ارض الواقع تمام طيب ايه كمان موضوع الفراخ نفس النظام فراخة تبقى بدون تحسينات بدون مضد حيوي والبيت بتاعها يبقى حلم البيت بتاعها الصفار والطعم بتاع زمان بدون ملوسات داخل البيت دكتور فوزي صلى على النبي انا مش اكلتك خضار من الارض اورجانيك من بتاع زمان حصل طلع الطعم بتاع زمان من مناخيرك ولا لا حصل الكلام هقول للجمهور والله ما دقت اطعم في حياتي من هذا الطعم اللي كانتو عند حضرتك وعند الدكتور محمد فاتحي سالف من هذا المنطلق والله صحيت فيه الحلم اللي انا عمال احلم به بقالي اكتر من 14 سنة من سنة 2006 اه وانا في رسالة انا عايز احققها انا اكلت انا ابن فلاح وعيشت في الفلاحين يعني تقريبا من 20 سنة البداية حياتي في الاولى خالص لغاية ما دخلت الكلية وانطلقنا الى برة الريف فانا فلاح انا اكلت من الاكل الطبيعي المحترم اللبن اللي هو صافي كل الحاجات دي انا اكلتها صعبان علي الجيل اللي موجود ده ما بيقولش الحاجات اللي احنا اكلناها فعشان كده انا عايز اوصل لرسالة دي ولذلك احنا لما توفقنا مع الدكتور محمد فاتح سالم وهو الاستاذنا في موضوع المخصبات الحيوية جربنا المنتج على ارض الواقع نتائج غير عادية بدون اسميدة نوفا بلاس يطلع لك المنتج ادوية تاكل طعم الفرخة الشربة بتاعت زمان اللي عاملة بقع فوق على الطبق دي واخد بالك كلام جميل جدا كلام رائع واخد بالك طيب دلوقتي فيه عناء انا في الفرافرة الوادي الجديد وحضرتك هنا في التجمع الخامس او 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 لانه هيبقى بداية شغلنا برضو لان معظم الناس مش هتقدر موضوع المنتج اللي بنعمله فاحنا هنبدأ برضو هولي لحضرتك الحاجة هولي لحضرتك الحاجة الناس كلها عارفة يعني ايه منتج حيوي جميل الناس كلها راحت الهايبر ماركت والسوبر ماركت وشافوا المنتجات الحيوية شافوا كيلو اللحمة الحيوي ب300 و400 و500 جنيه على حسب درجة نقاط في حين ان هو يجيب الكيلو دلوقتي موجود في الهايبرات ب400 جنيه وممكن اكتر من كده كمان عند الناس نا بس اعملنا عملنا الشغل منعشان كده انا بحضر للسؤال مين اللي هيقدر يدفع في الشهر الواحد 20 ألف جنيه مثلا علشان خاطر يأكل يأكل أكل حيوي يعني انا عارف اللي بيتصدر لأوروبا الطماطم الخضار الفكهة البامية البسلة كلها حاجات حيوية وبتتباع بالدولار بأرقام عالية جدا انا مش هقدر على كده الناس اللي جنبي الناس اللي حواليها حتى اللي مقيمين في التجمع الخامس زي ما حددك بتقول ولا مدينة نصر مش هيقدروا على الرقم الكبير ده هل هنقدر نحقق الحلم ان احنا نوصل غذاء آمن صندوق غذاء آمن فيه اللحوم الدواجن الأسماك اللبن الجبن البيض الخضروات الفواكه صندوقك فيه اسبوع كامل ويقدر عليه نقدر على كده نقدر لانه يبقى نفس السعر نفس السعر الحيوي نفس السعر السوبر ماركت فرق بسيط جدا يعني ما يذكرش ما تحسش به ليه بقى لانه هنشتغل شغل زي نظام جمل ازاي انا مثلا جايب المخصب الحيوي رخيص والحيوان عندي واكل من الارض فوقف علي ببلاش لانه واكل من الارض لانه المخصب بيديني ضعف الانتاج اربع مرات فبالتالي الحيوان ما بيصرفش علي الا الربع بس بعدكم بيصرف علي ايه جنيه هيصرف علي ربع كده بالورقة والقلم دلوقتي معايا هضرب عصفرين بحاجر عشان اقولك بقى البرنامج والقصة هتنجح ازاي ان شاء الله بتتوفق مع حضرتك انت حضرتك واحد الدغيدي اللي هي لانتاج او لصنع او لتوصيل السندوق الامن الصحي للمستهلك انا بالنسبة لي كشركة فلاح هعمل مشاريع حيوي اورجانيك مشاريع مواش مشاريع غنم مشاريع دواجن ساسو بيضة رومي ارانم كل ده اورجانيك تحت اشرافي مفيش اكل اورجانيك شربه اورجانيك كله اورجانيك اه بدنجانيك اللي بيتباع في الهايبر ماركت والسوبر ماركت بعشر اضعاف البلدي اللي في السوق بتاع العبور او غيره هذا المنتج انت هتوصله بسندوق كامل اللي احنا عايزين نتفق عليه جميل احنا بنقول ان احنا عايزين نوصل لاكبر قدر ممكن من البشر اللي حوالينا انه يأكل غذاء آمن عايزة طفل الصغير يأكل غذاء آمن جميل ان شاء الله نقدر نحققها ان شاء الله نقدر نعمل واحة فيها كل المنتجات من الحاوي الحيوانات الاسماك ومنتجات الالبان منتجات الخضروات والفواكه كلها ويكون فيه سبسكريبشن اللي هو اشتراك جميل انه هيقولك انا عايز الاسبوع ده اكل بامية ولا فاصلية انا بقى بقى ليش ضعب الاشتراك الواحد عند حضرتك هنا ولا صدرلك المنتج الامن بالتحليل ابعتلك اللي انت عايزه كله خيار قد كزبرة ملوخية اي حاجة ليه بقى لان انا عندي مشتركية في الشركة كل واحد اصنفه انت يا عمي ازرع لفدان خيار لا لأ زود للفدان اتنين انت يا عمي ازرع لانت بامي انت لو صنحت انا ندخل فيها تطبيق على الكمبيوتر يقول ان الاسر دي عايزين في الشهر دوت هيحتاجوا كذا هيحتاجوا مثلا 300 كيلو فاصلية 400 كيلو بامية 200 كيلو وهكذا نجمع كل ده ونقدر نطلب منك اسبوعيا ونقدر نوزعه غذاء امن صحي فيه البروتينات الكاملة اشراف طبعا من اسادزة زي الدكتور محمد فتحي سالم ربنا اديله الصحة والعافية جميع يبقى المنظومة متكاملة من عند حضرتك التنفيذ الزراعي ومن عند الدكتور محمد فتحي الاشراف على كل الاغذية انها تطلع حيوية اللي بتتصدر برا بالاف الدولارات اهلنا احنا اولى يعني انا ابني اولى من الاجنابي ان هو يأكل الحاجات الحيوية دي انا ليه الناس اللي بتطلع منتج يصدروا اللي برا بتاع سويسرة وبتاع المانيا يأكل احسن من ابني ليه ليه والله يعني حاجة يعني بتعصر في قلبي ليه عشان هو معها فلوس كتير يقدر يشتري الحاجات دي الغالية اللي الكاليفة الغالي انا عايز نعمل الواحة دي بحيث انها تبقى في متناول الجميع اهم حاجة الاسعار كسر شوكة الاسعار كسر شوكة الاسعار واللوجيستيكس اللي هي الآلية الوصول ان كل واحد تقدر توصله هذه الكميات اللي تكفيه اسبوع كامل من جميع المنتجات يقدر يأكل بيها اكل صحي الجنين اللي في بطن امه اللي لسه هيتولد هيتولد هيبقى جالين اروجاني كده صحيح سليم نفوش مروسات احنا بنشوف بنشوف المجاري اللي الناس بتسئل بيها الخضروات وتطلع خضروات مزهزة وكبيرة كده من المجاري مليانة مروسات السموم اللي موجودة جوه في ناس ما عندهاش ضمير مكتير فاحنا عايزين ننقي الناس باقل اقل اقل الاسعار يقدر يوصل الطفل على ما يوصل للمدرسة يبقى بنيانه صحي زي اللي كانوا في القرى زمان جميل هو احنا ان شاء الله احنا بسدد بسدد انتاج واستخراج هذا المنتج الان صنفت الناس عندي ده هيزرع بدنجان ده هيزرع خيار ده هيزرع فيلفل ده هيزرع بقدونز ده هيزرع بدنجان έبيض البدنجان اصمر البدنجان طويل البدنجان أنا كنت عايز أتكلم كتير قوي في الموضوع ده ولكن أنا أثرت الموضوع وإن شاء الله بمعاونتك بمعاونة الدكتور محمد فتحي سالب لا بيتأخرش دكتور محمد الرجل يعني ما شاء الله عليك بالهمة العالية هنقعد مع بعضه تاني هنبلور المشروع إزاي توصل لأكبر قدر ممكن من الناس وهنعمله نموذج لناس كتير جدا تعمل زينا احنا نعمل نموذج نقول أن نوصل خلينا نبدأ مثلا بـ 250-300 أسرة نوصل له هذا الغذاء الآمن ونعمل البروتوكول ونعمل التطبيق اللي يوصل للناس وإن شاء الله نبدي الفرصة للناس الآخرين أنا سعيد جدا بهذه المنقابلة مع أخونا الأسراء سعيد جدا بأول حلقة مع أعزائي المشاهدين وإن شاء الله هيكون لنا لقاء دايما كل أسبوع في نفس الموعد انتظرونا بكل جديد أحييكم وأتمنى لكم من قلبي الصحة والشفاء من كل مرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته